تواصل مصر جهودها الحفيفة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإنفاذ المساعدات الإنسانية وذلك منذ بداية الأزمة وتسعى مصر لإدخال المساعدات عبر معبر رفح البرية أو من خلال إسقاط المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة ذلك من خلال تحالف دولي للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين جهود مصرية متواصلة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني عبر مسارات عدة من بينها المسار الإنساني والذي يتجسد في دور القاهرة الإغاثي المستمر منذ بداية العدوان الإسرائيلي وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح سيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بتجهيز طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة للتخفيف من المعاناة التي يعيشها سكان قطاع غزة حيث نفذت أعمال الإسقاط الجوية للمساعدات بمناطق متفرقة بشمال القطاع وفيما تواصل مصر جهودها لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة لتلبي الاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني قامت مصر بإنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة فضلاً عن معسكر إيواء ثالث للنازحين شمال محافظة دير البلح داخل قطاع غزة كما تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل القطاع يتضمن غرف عمليات مجهزة بهدف إيغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي إطار سعي مصر للتخفيف عن الأشقاء الفلسطينيين تواصل مصر فتح معبر رفح مع الأراضي الفلسطينية حيث يشهد المعبر حركة مرور مصابين قادمين من مستشفيات غزة لاستكمال علاجهم بمستشفيات مصر ومرور مسافرين ودخول شاحنات محملة بمساعدات وخروج أخرى بعد تفريغها وبخلاف ذلك فعلى مدار الأشهر الماضية حشدت القاهرة مساعدات إنسانية مصرية لغزة بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش وضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع وعلى الصعيد السياسي تستضيف القاهرة مباحثات التوصل إلى الهدنة بقطاع غزة بمشاركة كافة الأطراف حيث تهدف القاهرة إلى وقف إطلاق نار إنساني لحماية المدنيين وتحقيق إنجازا في صفقة تبادل الأسرة والمحتجزين دور محوري تقوم به مصر وجهود إيجابية على جميع المسارات ذات الصلاة بالأزمة الحالية في محاولة لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الحرب الإسرائيلية الهمجية على الشعب الفلسطيني بدءا من خوض المعارك السياسية لإجبار الجانب الإسرائيلي على منع وضع العراقيل أمام فتح معبر رفح مرورا بإدخال أطنان المساعدات وصولا لاستقبال الجرحة